اليوم نحكي عن هذا الموقع اللي هو مهم جدا اسمه ايديو كندا من ايديو كيشن يعني في كتير كتير شغلات مهمة للطلاب وخاصة اللي بدهم منح دراسية زي ما انتو شايفين هون بالنص في فايند سكولرشيبز فايند سكولرشيبز تدخلوا عليها من تحت من هون بتلاقوا في سكولرشيبز للكنديين ولغير الكنديين هلا بدنا نحكي عن التنين بشكل سريع بدك تدخل لانه كل وقت بتغيروا هاي لو دخلنا لغير الكنديين international students زي ما انتو شايفين كل السكولرشيب حاطين لكم الدول المطلوبة هل هي full scholarship ولا جزء مبسط زي ما هون شايفين جيبوتي موريتانيا فلسطين هاي حكينا عنها البعثة او المنحة سابقا تدخل على بتشوف كل اشي هاي مثلا للساوث ايجين كنتريز بتدخل على الكنتريز ازا بدك تشوفهم هاي للكنتريز الكيرونز هاي تشيلي هاي تشاينا ففي كل دولة هون للكنديين زي ما انتو شايفين فوق ازا طلعنا راح تلاقي الكنديين هادول الكنديين الموجدين انترناشنال هادول يعني بديطلعوا على الدول ثانية او من دول ثانية بتكون عادة مرتبطة مع الدول ثانية بدك تسوي اشي عن كوريا عن اليابان عن الصين نيوزولند انديا كل هاي البروغرامز طبعا ازا دخلنا على هذا السكولرشيبز في كندا تقدر تحكي انت بدك تحكي بدك تعمل الريسير اشتبعك مع اي دولين احكي ازربيجان فور اكزامبل بطلع لك كل المنح اللي ممكن تقدم لها او الدعم الفند اللي ممكن تقدم له الريسيرش تبعك فهذه مهم كتير للريسيرشرز اللي موجدين في كندا سواء كنديين او كنديين نرجع على الان كينديين اللي مش كنديين هون زي ما حكينا بتدخل على القايدلاين اقرأ يعني اللي ما هذا لازم يقرأ كل الموجود الامتة لازم يقدم شو المبالغ اللي موجودة مين الاجبل لهذه المنح هذا مهم جدا رح تقرأ اه توريخ مهمة لازم تنتبه عليها لانه هاي التوريخ اه جدا مهم انك تقدم لها في الوقت المناسب هون الابليكيشن كيف تتقدم لها اه وطبعا في في ممكن كيف تعمل اكاونت او اشي زي هيك وهاي الاسئلة المشهورة اللي ممكن تسألها دايما وطبعا اخر شي عن المنحة فبشكل عام هذا المهم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد